يعني نقول لكم هذا السر وسبب هذا السر الدعاء من أراد الحج والعمرة فعليه بالدعاء طيب أنا يا عم الشيخ حجيتي السنادي وعايز حجيتي السنة الجاية والقانون بيقول خمس سنوات انت بس أدعو الله سبحانه وتعالى والله يفعل ما يشاء كل الله كما يريد يكن لك كما تريد وفوق ما تريد ويلن لك الحديد لأنه الفعال لما يريد الحج يكون بدعوة من الله الداعي هو الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال أنا قلت قبل الحج في حلقات كيف نحج إننا التقيت برجل من أهل الخليج حج خمسا وخمسين مرة طيب إزاي لا تسأل لا تسأل كيف لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب وكنت في يوم من الأيام ألقي محضرة وقلت فيها كريم رسول الله والله أكرم فهل فقير بين الكريمين يحرم فسمعها أحد الناس الحضور فجعلها ورد وأخذ يرددها كل ليلة يقول كريم رسول الله والله أكرم فهل فقير بين الكريمين يحرم ثم يقول يا رب أسألك الحج يقول وببركة هذا الدعاء وتكراري هذا الدعاء وهذا البيت رزقاني الله الحج في العام المقبل وأنا دائما نقول لإخواننا السناد كثير من الإخوة معهم التأشرات التجارية ويردون أن يدخلوا إلى مكة قلت لهم قولوا هذا الدعاء وما دعا به أحد إلا استجاب الله له ويسر له ووصل إلى الأراضي المقدسة وإلى بيت الله الحرام الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وإن سألوه أعطاهم ربنا هو الداعي ربنا هو الذي أذن لك أن تلبي هو الذي أذن لك أن تصل إلى هناك ونسمع عن أناس آخرين لبسوا ملابس الإحرام ولم يستطيعوا أن يدخلوا إلى عرفة ولم يستطيعوا أن يدخلوا إلى البيت الحرام لم يكتب له الحج في هذا العام إلا أن الله جل وعلا يدعو إلى بيته من شاء في أي وقت شاء روحانيات الحج كثيرة